أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتحليل بي الوعدة الثامنة المخلفات الصالبة والسائلة solid and liquid waste ونواصل التسجيل لشرح مقاطع هذه الوحدة أي محتويات هذه الوحدة المخلفات الصالبة والسائلة وكما هو واضح هنا في الصورة من هذه المخلفات الصالبة على راكت تشكل المخلفات هاجسا كبير لجميع المجتمعات وخاصة عندما لم يتم التخلص منها أو معالجتها بطريقة صحيحة وعدم المعالجة بطريقة صحيحة سوف يؤدي إلى كونها بؤرة للحشرات والبكتيريا ونموء البكتيريا في حالة إهمالها تكون بؤرة تجمع للحشرات ومصدر الجراسيم وروائح كرية وانتشار الأمراض إذن تكون مصدر سيء ومصدر الأمراض في حالة عدم معالجتها بصورة صحيحة المخلفات الصالبة وأكسامها هناك المخلفات أي النفايات المنزلية نفايات المسالخ نفايات المستشفات نفايات مخلفات الحيوانات النفايات الزراعية الصالبة agricultural solid waste النفايات الصناعية الكبيرة large industrial waste مخلفات البناء والإنشاءات building and construction waste كل هذه سوف نتناولها بالتفصيل في الشريح القادمة لشرحها في هذه الشريحة نتناول النفايات المنزلية تشمل مخلفات مطابق المنازل والمدارس والفنادق والمطاعم والمحلات التجارية والأسواق إذن عندنا المطابق منازل مدارس فنادق مطاعم محلات تجارية وأسواق يعني واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة سبع أصناف منها أي مصادر لهذه المخلفات تمثل هذه النفايات ثلاثة أرباع النفايات الصلبة مع عدى مخلفات المباني يعني ثلاثة أرباع يأتي من هذه المصادر السبعة بالنسبة للمخلفات الصلبة هي نفايات غير متجانسة تشمل الزجاجيات والبلاستيك والخضروات واللحوم إنها مزارع خاصبة لنموء البكتيريا وانتشار الأمراض ومصدر لتلوث البيئة السكنية هذا في حالة عدم التخلص منها يمكن التخلص منها عن طريق فصلها ثم حرقها أو دفنها يعني التخلص من النفايات هذه إما عن طريق الحرق أو الدفن